قلية الفقه الحنفي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين وبعد فأيها الإخوة والأخوات مع كتاب الحج قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين أجمعين كتاب الحج وهو في اللغة القصد إلى الشيء المعظم قال الشاعر يحجون سب الزبرقان المزعفرا نعم أي يقصدون عمامته فالحج معناه القصد إلى شيء معظم وفي الشرع قصد موضع مخصوص وهو أحد أركان الإسلام ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والسنة ثبتت فرضيته بالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الحديث وفي نهايته وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله وحج بيت ربكم وعليه انعقد الإجماع إذن فرضيته ثابتة بالكتاب والسنة وعليه إجماع الأمة وهو يعني فرضيته معلومة من الدين بالضرورة أمر معلوم من الدين بالضرورة لذلك قال يكفر جاحدها وسبب وجوبه البيت لإضافته إليه ما هو سبب وجوب زكاة المال ملك المال المال النامي وضيفت الزكاة إليه ما هو سبب وجوب صدقة الفطر بشرط الفطر هل تجب على من مات قبل طلوع الفجر من يوم العيد عفوا هل تجب صدقة الفطر تجب بسبب الفطر زكاة المال حج البيت بسبب وجود البيت لإضافة إليه ولهذا لا يتكرر لأن البيت لا يتكرر رمضان سبب وجوبه شهود الشهر والشهر يتكرر فيتكرر الوجوب أو الفرضية أليس كذلك الصلاة تتكرر لتكرر السبب البيت هو بيت واحد فلا يتكرر فيجب في العمر مرة واحدة قال ويجب على الفور عندنا الحج يجب على الفور خلاف الزكاة الزكاة تجب تراخي قال عليه الصلاة والسلام من ملك زادا يبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحجه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وعن أبي حنيفة ما يدل عليه فإنه قال من كان عنده ما يحج به ويريد التزوج يبدأ بالحج ليش قال لماذا قال وعن أبي حنيفة ما يدل عليه لماذا قال هذا لماذا قال وعن أبي حنيفة ما يدل عليه على ماذا عليه طيب ليش قال وعن أبي حنيفة ما يدل عليه الآن لماذا قال هذا في حق أبي حنيفة لو كان هناك نص صريح عن أبي حنيفة بالوجوب على الفور هل يقول وعن أبي حنيفة ما يدل عليه لا هذا تخريج من علماء المذهب ليس نصا صريحا واضحا عن أبي حنيفة أنه يجب على الفور لا يكون الإمام نص عليها فيقول أنه عن أبي حنيفة ما يدل على أنه على الفور كما مر معنا في الزكاة وعن محمد أنه ما يدل على فورية وجوب الزكاة القول الأول نعم قال إنسان عنده مال يريد التزوج ووجب عليه الحج ماذا يبدأ الحج أي نعم فهذا يدل على ماذا والتزوج سبيل يعني يعني العفة الإنسان عن الوقوع في الفاحشة وترك الفاحشة واجب وما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب نعم ومع ذلك قال أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يبدأ بماذا بالحج هذا يدل على أنه على الفور على الفور ولأن الموت في السنة غير نادر هل يندر أن يموت الإنسان سنة واسعة أصلا هو في النهاية سيموته في سنة من السنين في يوم من أيام سنة بخلاف وقت الصلاة فإن الموت فيه نادر ولهذا كان التعجيل أفضل إجماعا تعجيل الحج أفضل إجماعا لكن هل هو على الفور عندنا يجب على الفور قال وهو فريضة العمر ولا يجب إلا مرة واحدة هو فريضة مرة واحدة فقط ولا يجب إلا مرة واحدة لما روي أنه لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قال رجل يا رسول الله أفي كل عام يعني لله على الناس حج البيت في كل عام قال لا بل مرة واحدة أي نعم لا بل مرة واحدة ولأن السبب هو البيت ولا يتكرر وعلى ذلك الإجماع لا خلاف في أن الحج لا لا يتكرر وجوبه على الإنسان أو فرضيتهم قال على كل مسلم وهو فريضة العمر ولا يجب إلا مرة واحدة على من من هو الذي يجب عليه الحج المسلم العاقل البالغ الصحيح قادر على الزاد والراحلة ونفقة ذهابه وإيابه كل هذه النفقة فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين يعود ويكون الطريق آمنا الآن كل هذه قيود للوجوب شروط للوجوب من فقد أحدها لا يجب عليه لكن لو أداها يعني الصغير لو أداها تكون نافلة له أليس كذلك قادر على الزاد والراحل الإنسان غير قادر على الراحل وذهب على الأقدام هل تسقط عنه نعم فاضلا عن حوائجه الأصلي إنسان تحمل هذه وعلى حساب نفسه وكذا وربط الحجار وذهب تصح منه تصح إذن ليس يعني كل واحدة حكمه حكم الأخر مجنون حج لا عبرة بأفعاله ولا بنية أما الإسلام لماذا اشترطنا الإسلام فلأن الكافرة ليس أهلا لأداء العبادة هو مخاطب بالإيمان الذي به تصح العبادات وبدون الإيمان لا تقبل منه فهو لا يخاطب يعني ابتداء بفروع الشريعة ومخاطب أولا بالأصل وهو الإيمان نعم ثم قال وأما العقل والبلوغ فلأنهما شرط لصحة التكليف هل يكلف غير العاقل هل يكلف غير البالغ فلأنهما شرط لصحة التكليف ولما مر من الحديث جاء في حديث لو أن صغيرا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أو حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيل هذا أثر عن جابر رضي الله تعالى عنه نعم وفي أثر مرفوع إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل وإذا عقل فعليه حجة أخرى طيب قال وأما الصحة لماذا اشترطنا الصحة فلأنه لا قدرة دونها إنسان مريض مرضا لا يستطيع معه أن يثبت على الراحل لا يستطيع أن يسافر للحج لا يستطيع أن يقوم بأعمال الحج هل يجب عليه صار عاجزا نعم قال فلأنه لا قدرة دونها قال والخلاف في الأعمى كما تقدم في الجمعة وقيل عندهما لا يجب عليه الحج لأن البدل في القياد غالب في الجمعة نادر في الحج نعم عند أبي حنيفة الاستطاعة بالنفس أو بالغير بالنفس بالنفس أو بالغير عند أبي حنيفة يعني إنسان عاجز عن الوضوء بنفسه قادر بغيره يستطيع أن يستأجر إنسانا ليوضعه هل يلزمه أن يستأجره مين قال يلزمه قادر ماديا هل يلزمه هو لا يستطيع الوضوء بنفسه لكن يستطيع أن يستأجر إنسانا ليوضعه شو يجوز هل يجزئه وضوءه بلا زوغا ينبغي هل يجب عليه بحيث لا يصح لا تصح صلاته إن لم يتوضع هل العاجز عن التوضع بنفسه يسقط عنه الوضوء إذا كان قادرا على غيره يعني أن يتوضع بغيره عند أبي حنيفة الاستطاعة بالنفس هي قواعد ثوابت يعني لازم تكون عندنا الاستطاعة بالنفس عاجز بنفسه سقط عنه الفعل عاجز بنفسه أن يتوضع سقط عنه الوضوء عاجز بنفسه أن يتوجه إلى القبلة وقادر أن يستأجر إنسان يوجه إلى القبلة لا يلزمه ذلك عند أبي حنيفة وينما وجد القاعدة هذه عند أبي حنيفة لا يلزمه نعم لكن عند الصاحبين يلزمه نعم مش مثلا هذه قاعدة خلاص يعني هكذا عند أبي حنيفة كيف من قال أن يؤخر الصلاة يصلي على حالته يصلي على حالته لا يؤخر الصلاة الآن أنت بتكلم الأفضل وإحنا بنقول يجزئه يعني يجزئه على مذهبك أو لا يجزئه سؤال يجزئه أو لا يجزئه نحن نتكلم مذاهب محررة يعني مش أنه مسألة السجديد من استحسنها هكذا مذهب أبي حنيفة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه هذا وسعه فإذا قام بأي فعل بحسب وسعه برئت ذمة لما برئه هذا مذهب أبي حنيفة تمسك بآيات يصلي بيلة يسقط عنه الوضوء يسقط عنه الوضوء يسقط عنه الذي لا يستطيع أن يتوجه القبلة يسقط عنه التوجه القبلة هذا إنسان أعمى هل يستطيع أن يذهب بنفسه إلى الصلاة لا يستطيع هل يلزمه أن يستأجره لا يلزمه لا يلزمه قالها سقط عنه نعم عند الصاحبين لا إن ملك أجرت من يقوده أو وجد من يقوده فعليه أن يستأجره أو أن يطلب منه إذا ما كان يعني يريد الأجرة وقيل كذلك عندهما يعني حتى عند الصاحبين يعني قول الأول اللي مشهور دائما إنه أبو حنيفة إيش يقول أن أبو حنيفة يقول بأن القدرة بالنفس فقط هذا قولا واحدا وأن الصاحبين يقولان بماذا بأن القدرة بالغير الآن هنا يقول لك حتى في الحج هذا الخلاف القول الأول قيلة صيغة تمريض نعم حتى في الحج الصاحبان مع أبي حنيف أنه لا يلزم الأعمى لماذا؟ قال لأن البدل في القيادة غالب في الجمعة في الجمعة لما إنسان أعمى يقول لإنسان قدني إلى المسجد هل فيها مشقة كبيرة؟ فيجد من يقوده صح أو لا؟ لكن في الحج في ذلك الزمان فيها يعني من العراق من الشام إلى المدينة سيبقى خادما وقائدا للأعمى من يطيق هذا؟ أمر فيه صعوبة أليس كذلك؟ فهذا هو وجه القول الثاني لأن البدل في القيادة غالب في الجمعة نادر في الحج ليس كل أحد يقبل هذا فيسقط عن الأعمى وأما القدرة على الزاد والراحلة ونفقة ذهابه وإيابه فلا استطاعة دونها الله تعالى قيد وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل حج البيت نعم فبتكون من استطاع بدل من الناس يعني ولله على من استطاع إلى الحج سبيلا من الناس حج البيت فلا استطاعة إلا بزاد هل يستطيع أن يقطع المسافة هذه بدون زاد؟ أو بدون راحلة أو نفقة الذهاب والإياب لا يستطيع فهذا شرط للوجوب وسئل عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة هذا هو الاستطاعة يعني الاستطاعة في الآية على من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إيش معنى من استطاع إليه سبيلا؟ يعني من ملك الزادة وملك الراحلة هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهم طيب قال والراحلة أن يكتري شقة محارة أو رأس زاملة دون عقبة الليل أو النهار يعني في ذلك الزمان كان متصور احنا الآن نقول مثلا نركب في باص في آي بي أو باص عادي أو سيارة أو طيارة في زمانهم إذا أراد الإنسان أن يسافر إيش هي وسيلة النقل يعني أأمن وسيلة نقل؟ الهودج الهودج اللي في الجمل ها؟ أين نعم؟ فهذه اللي هي شقة المحارة رجل يعني توضع خشبة كأنه هكذا ورجل يجلس هنا ورجل يجلس هنا فيستأجر هو هذا الشق وهذا الشق بوأخذ راكبين يعني هاين نعم بدل ما يأخذ راكب واحد مسافة فبوأخذ راكبين فمن ملك أن يكتري يتأجر يستأجر شق محارة أو رأس الزاملة الآن الزاملة كانوا يضعون عليها الأمتعة والأغراض وهكذا فهذا يجب عليه لأنه لا يكون قادرا إلا بالمشي فلم يكن قادرا على الراحلة نعم هذا في حالة دون أن قلت ليل أو النهار أما كونه فاضلا عن الحوائج الأصلية فلأنها مقدمة على حقوق الله تعالى في الزكاة في الزكاة أوجبنا الزكاة على من ملك نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية وعن ديون لها مطالب جهة العباد أليس كذلك؟ فهنا جعلنا حوائج الإنسان مقدمة حتى على حقوق الله سبحانه وتعالى وكذا على نفقة عياله لأنها مستحقة لهم وحقوقهم مقدمة على حقوق الله تعالى لفقرهم وغنائه سبحانه وتعالى وكذا فاضلا عن قضاء ديونه لمبين إذن إيش صار عندنا الآن من الشروط؟ الإسلام والبلوغ والعقل والصحة والاستطاعة بملك الزادي والراحلة فاضلا عن حوائجه الأصلية وعن نفقة عياله وعن ديونه نعم قالوا عن أبي يوسف ونفقة شهر بعد عوده إلى وطنه يعني كذلك يكون مالكا لنفقة شهر بعد عوده إلى وطنه إيش معنى هذا الكلام؟ أيوة تمام لأنه يعني يحتاج إلى أن يعمل فيكون عنده جزء يستطيع من خلاله أن ينفق على نفسه أثناء العمل يعني إذا كانت مثلا عمله مشاهرة شهر بشهر فإذا لم يملك هذا القدر لا يكلف يعني هذه لما يقول عن أبي يوسف هل هي الرواية المعتمدة عنه؟ ولا تكون رواية أخرى؟ أو رواية غير ظاهر الرواية؟ هكذا رواية غير ظاهر الرواية وإن كانت له دار لا يسكنها يجب عليه أن يبيعها في الحج يعني له بيته بيت الحاجة وله بيت آخر لا يسكنه فهل يجب عليه أن يبيعه للحج؟ أي نعم لكن هل يجب عليه أن يبيعه للزكاة ليزكيه؟ لا يجب أين؟ لا هو نفس البيت لا تجب فيه الزكاة نعم لكن هنا يجب عليه وجدت معه نفقة ليسئل حج واجب أو فريضة ويستطيع هو مستطيع أليس كذلك؟ هو مستطيع عنده بيت عنده سيارة زائدة يبيعهما في الحج من وين جبتيها هذه؟ هو قال وإن كانت له دار لا يسكنها هو هل قال ولم يكن مؤجرها؟ طيب باعه بخمسين ألف بحج بألفين وبرجع بيشتري بيته بأربعين ألف والثمن ألف هدول بنفقهن خلال هالشهر هذا اللي بده يرجع يكسب من خلاله صح؟ قال ولا بد من أمن الطريق لو كان الطريق مخوفا فلا يجب عليه الحج لأنه لا يقدر على الوصول إلى المقصود دونه دون ماذا؟ دون أمن الطريق وأهل مكة ومن حولها يجب عليهم إذا قدروا بغير راحلة لقدرتهم على الأداء بدون مشقة أهل مكة ومن حولها نعم إذا عجزوا عن الراحلة ولكن يستطيعون أن يمشوا يعني مسافة يوم أو يومين من مثلا من الطائف إلى مكة مثلا سبعين كيلو كم يقطعها الإنسان؟ يومين؟ يعني حسب فمسافة قصيرة فلا يشترط وجود الراحلة عندهم يجب لنجيبه عليهم لكن لو أداها بدون تحقق هذه الشروط يصح قال ولا تحج المرأة إنسان لم تجب عليه زكاة المال وراح طلع زكاة المال ما ملك النصاب وأخرج زكاة هكذا صدق تطوع هل يقبل منه؟ إنسان لم تجب عليه الصلاة وذهب وصل هل تقبل منه؟ ففي فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة شروط الوجوب حتى نوجب عليه وشروط الصحة أضيق وقال وَلَا تَحُجُّ الْمَرَأَةُ إِلَّا بِزَوْجٍ أو مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ سَفَرًا إِذَا احتاجت إلى سفر يعني ليست من أهل مكة نعم لا بد أن لا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفر يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها فقال عليه الصلاة والسلام لا تحج المرأة إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها يعني يمنع أن تحج بدون محرم إذا لم يوجد المحرم هل يجب عليها؟ يحرم عليها أن تسافر مع غير زوج أو غير ذي محرم دابد حكينا هنا إذا كان سفرا إذا لم يكن سفرا خلاص يعني يجب عليه امرأة من أهل مكة كما تذهب إلى السوق وكما تذهب لزيارة أهلها تذهب إلى أداء المناسك لكن الآن المرأة ممنوعة من أن تسافر مطلقا يعني إذا كان لسفر الحج لا تسافر إلا مع ذي محرم تعرفوا الحنفية ليس عندهم عصبة نساء هذا عند الشفعية والمالكية قال والمحرم كل من لا يحل له نكاحها على التأبيد مش على التأقيد على التأبيد كل من لا يحل له نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو صهرية مصاهرة المحرمات المؤمن معروف في مادة الزواج والطلاق حرمت عليكم أبا مأهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الأب الأخ الإبن العم الخال الجد الأصول والفروع نعم هؤلاء محارم كل من تمعه قال بقى إيش قال عندك عندي مسألة والمسلم والذمي سواء يعني لو امرأة مسلمة وأخوها ذمي يهودي أو نصراني هل يكون محرما يكون محرما يكون محرما إلا المجوسية الذي يعتقد إباحة نكاحها المجوس عندهم يجوزون النكاح المحارم فلا يكون محرما لها ليس أمينا عليها والفاسق لأنه لا يحصل به المقصود لو كان فاسقا ماجنا أي نعم فلا يحصل به المقصود لكن لو كان يعني فسقه بشيء غير مثلا الفواحش لو كان مثلا لكن عنده نخوة وعنده ها فمثل هذا قال وَلَابُدَّ فِيهِ مِنَ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ هذا المحرم لابد أن يكون بالغا عاقلا لأنه إيش مقصود المحرم حمايتها حمايتها أن يكون مهابا بحيث إذا رآه أناس يهابون الاعتداء على هذه المرأة لعجز الصبي والمجنون عن الحفظ نعم قال وَنَفَقَتُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا نَفَقَتُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا لأنه محبوس بحقها هي يجب عليها الحج وجب عليها الحج وهو يذهب معها لحفظها يعني كأنه مستأجر لحفظها كأنه ليس مستأجر بالفعل لكن كأنه ف إحنا ندرس في مذهب الحنفي الآن هل إحنا نت إحنا ندرس مذهب حنفي إيش علاقتنا بباقي المذاهب نعم لما ندرس المذهب الحنفي أي واحد يأتي ويقول لك مثلا على كل مذاهب هل هو درس كل المذاهب على أهلها لا قال أحنا هنا ندرس المذهب الحنفي قال وَنَفَقَتُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِحَقِّهَا وَذَكَرَ الْطَحَاوِيُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا لِأَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطٌ وَلَيْسَ عَلَيْهَا تَحْقِيقُ الشروط يعني الآن الإمام الطحاوى ماذا يقول لا يلزمها أن تدفع نفقة المحرم إن أراد أن يخرج معه يعني إن وجدت محرما مستعدا للخروج معها بنفقته يعني هو يخرج بنفقة بنفسه وماله فيجب عليها واضح؟ وإن لم تجد محرما ينفق على نفسه فلا يشترط عليها أن تدفع له النفقة واضح؟ أي نعم قال فإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها لما بيّن هذا ذكر قول مين؟ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كل سفر كل سفر لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ولو كيف يعني سافرت لأجل العلم ذهبت إلى دولة من الدول لتدرس الطب أو تدرس علما آخر من يقوم بحفظها هناك؟ هل حماية الدول كحماية المحرم أو الزوج؟ لا عبرة بها الزوج يحميها من الخارج ويحميها من شر نفسها كذلك وطبعا تأثم طبعا تأثم قال وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة لو أن المرأة هل يجب عليها أن تستأذن زوجها في صوم رمضان؟ لكن في صوم النافلة في صوم النافلة يلزمها أليس كذلك؟ نعم الفرض الآن حج هو فرض فرض على الفور فرض على الفور فلو قال لها زوجها لا تذهبي وهي ملكة الزاد والراحل وكانت مستطيعة هل يلزمها طاعته؟ نعم فمتى نلزمها أن تستأذنه؟ إذا كان إذنه معتبرا لكن هل إذنه معتبر في مقابلة أوامر الله تعالى الفرائض؟ نعم قال أو نقف إلى هنا خلينا نكمل هذه قال ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة قولي تعالى الحج أشره معلومات أي وقت الحج وفسروه كما ذكرنا يعني متى يشرع له أن ينعقد حجه صحيحا أليس كذلك؟ ولا إشكال عليه لكن لو أنه أحرم قبل شوال في رمضان الآن أحرم للحج ينعقد ولكن يكره ماضح؟ ينعقد ولكن يكره وقت الحج وفسروه كما ذكرنا وهنا قال ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز يكره؟ قال أما الكراه فلما فيه من تعرض الإحرام للفساد بطول المدة طيب هذه نكملها إن شاء الله المرة القادمة بعونه تعالى والحمد لله رب العالمين كلية الفقه الحنفي aveh موسيقى موسيقى